حاجة عن الزمالك بكرة وإمبي الزمالك وإمبي بكرة توقع الزمالك بعد خسارة خسارة السوبر استبعاد إمام عشور لأمور تقديبية مفيش سامسون مفيش غير سيفيد ديني جزيلي مهاجم بكرة طبعا فتوح مش موجود الجبع اليسرى تحديدا فيها مشاكل كسيرة جدا عبدالله جمعة وعبتشافي برضو مش جاهزين الزمالك بكرة هي اللي عم مباراة كبيرة قدام إمبي الطامح الانتصار أول في الدوري ولا المباراة تبقى ميسرة على الزمالك في البداية كريم طبعا مهاردك للزمالك على الخسارة السوبر مبروك لجمهور ندلي آلي على الفوز جيمي تكلم عن حتة كويسة جدا وهي التعامل الزي كولر نفسيا مع فرقته في ناحية تانية فريرة مستنين من الدور ده أنه يفكر لعيبا هم السنة اللي فاتت طلعين أبطال دوري والكاس في النهاية دي بطولة في بداية الموسم لسه الموسم ما بدأش بالنسبة للزمالك لسه بطولة الدوري تكلم عن الغيابات فريرة برضو عودنا السنة اللي فاتت وكانت يعني سر نجاحه ومشي الفوز بالدوري المشتغل بقى اللي خامة في الوقت اللي كان بتحرم فيه منه الزمالك من تعاقد أو تمام أي صفقات عشان العقوبة اللي كانت عليه يشتغل بطلع شباب كتيرة اعتمد على العيبة كتيرة جدا فبالتالي احنا متأكدين هو هيجد الحلول بكرة الجزء النفسي لازم هو يشتغل عليه زي ما ما كولر سحب او شفط الفرقة من النشوة ويأهلها انها تبدأ الموسم هو كمان محتاج انه يسحب الفريق من حالة الحزن والاحباط باخسارة اللقب امام نابلالي الكلام كمان لازم كان يتكلم عن العيبة لازم لازم بكرة يديهم دفع معنوية لانه كان فيه العيبة كتير في مطش الاهلي اوف فورم خالص مش موجودة بالذات خط الهجوم تكلم عن تفوق واضح جدا انه منعم خد كل قرارات ريبة من جزيري خد منه ثلاث فاولات فبالتالي تقريبا كان شبح ومش موجود في الملعب لعيبة كبيرة كمان مكنتش في الفورم المرة اللي فاتت منهم زي ما انت كلمت في المقدمة الهيلة عن امام عشور وانه فيه سنة مثلا بعد عن التركيز او غرور شوية لتقلق وفي المركز ده هو الافضل حقيقة الفترة دي في المركز زي ما انت قلت فبالتالي الجزء النفسي مهم جدا زي ما الاهل يتعامل مع الفوز بطريقة تدفع لعيبة للفوز والاستعداد لتكملة مسلم الدوري في الجولة الثالثة زي ما لك محتاج كمان انه يطلع من حالة خسارة لقب يقفل الصفحة وبالتالي صفحة جديدة الدوري لسه في اوله وبالتالي هو حمل اللقب لازم يدافع عنده بالتأكيد